يطور مختبر صيني عقاراً يعتقد أن لديه القدرة على وقف تفشي فيروس كورونا المستجد ويقول باحثون أن العقار الذي يجري العلماء اختبارات عليه في جامعة بكين لن يخفض فترة التعافل المصابين فحسب بل بإمكانه كذلك توفير مناعة قصيرة الأمد من الفيروس بإمكاننا وقف الوباء بعقار فعال حتى بدون لقاح ويستخدم العقار أجساماً مضادة محيدة ينتجها جهاز المناعة البشري لمنع الفيروس من إصابة الخلايا والتي عزلها فريق شي من دم ستين مريضاً تعافوا كاشفاً أن العقار نجح في مرحلة الاختبارات على الفئران بعد خمسة أيام انخفض الحمل الفيروسي بعمل يبلغ 2500 ما يعني أن لهذا العقار المحتمل تأثيراً علاجياً وبحسب الخبراء من المتوقع أن يكون العقار جاهزاً للاستخدام في وقت لاحق هذا العام وفي الوقت المناسب لمواجهة أي تفشي محتمل خلال الشتاء للفيروس الذي أصاب 4 ملايين وثمانمائة ألف شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 315 ألفاً